ويكون من ضمن اللعبين ومن ضمن الأسباب مع زملائه في التأهل بإذن الله لكأس العالم 2018 ده بالنسبة للمنتخب الوطني وبالنسبة للي كنا بنتكلم فيه الفترة اللي فاتت في الوقت اللي مجلس إدارة اتحاد الكرة لا يزال مصر على ضياح حقوق اتحاد الكرة وضياح حقوق الكرة المصرية وفي نفس الوقت اتحاد الكرة يمكن احنا برضو اشرنا مبارح الى ان وزارة شباب والرياضة بتدرس التحقيق في بيع حقوق مباراة مصر وتشاد الى الشركة الرعية وبيعها لاحدى القنوات الفضائية بشكل حصري تم بيع المباراة مجانا وبالتالي كان بيتم كان فيه عرض من الاتحاد الافريقي لكرة القدم بخاص بشراء مباراة المنتخب الوطني في تصفيات افريقيا الموهلة لكاس العالم بحوالي 2 مليون دولار ولكن اتحاد الكرة رفض دوت وفضل انه يبيع المباراة مجانا للشركة الرعية الشركة الرعية متعقدة مع اتحاد الكرة مقابل 90 مليون جنيه لما سألت المسؤولين داخل اتحاد الكرة حول حصول الاتحاد على مبالغ مالية خاصة بشراء مباراة المنتخب الوطني في تصفيات افريقيا الموهلة لكاس العالم باعتبار ان اتحاد الكرة من حق ان يبيع هذه الحقوق بشكل فردي او يبيعها مع الاتحاد الافريقي بشكل جماعي مع بعض الاتحادات الافريقية او الاتحادات الاهلية اللي وفقت على دوت المسؤولين في اتحاد الكرة اكدوا ان تم بيعها بشكل مجانا وفي نفس الوقت اشاروا ان دوت موجود في العقد طبعا لا حد شايف العقد ولا حد شاف البنود بتاعة العقد ولا حد بيشوف اضافة البنود اللي موجودة في العقد ولا زال العقد طبعا بحوزة اتحاد الكرة وبالتالي كنا اشارنا مبارح ان وزارة شباب الرياضة بتدرس التحقيق في واقعة دي حقوق مباريات كاس العالم النهاردة زمننا الاستاذ كريم رمزي في موقع يلا كورا برضو كاتب بيشير الى هذا الامر وتحت عنوان كيف خسرت مصر 18 مليون جنيه امام تشاد بالحب ده وفقا لي اللي كاتبه زمننا كريم رمزي بيقول ان يعني بدأ ان يضحك عليك اللي يقولك انه مش داخل اتحاد الكرة عشان يستفيد او يحقق مصلحة ما هذا ما قال الكابتن مجد عبدالغني في حوار تليفزيوني الاسبوع الماضي علما وانه عضو سابق لمجلس ادارة الجبلية هل يستفيد اعضاء اتحاد الكرة الحاليين من عملهم في الجبلية هل هم متواجدون من اجل العمل التطوعي هل يضحون بوقتهم الثمين من اجل المصلحة العامة اسجل هو بيقول حسب كلامه او حسب اللي كاتبه ان الله اعلم قبل ان اسرد هذه الرواية القصيرة في السطور التالية في يناير 2015 قرر الاتحاد الافريقي الكاف تغريم الاتحاد المصري 2 مليون دولار بسبب قيام التليفزيوني المصري بخرق حقوق البس واذاعة مباراة مصر وغانا في تصفيات كاس العالم 2014 الكاف قرر خصم هذا الرقم من مستحقات الاتحاد المصري من حقوق البس التليفزيوني علما وان مصر وان مصر تحصل على اعلى نسبة بين منتخبات افريقيا كل عام بواقع 2 مليون و150 الف دولار في اخر تعاق قرار الكاف وعدم قبول الاتحاد المصري للقرار دفعهم لعدم التنازل عن تسويق مباريات مصر الافريقية للكاف هذا العام مثلما تفعل باقي المنتخبات في مباراة تشاد الاخيرة التي اقيمت في برج العرب قرر الاتحاد المصري تسويقها بنفسه واهدائها للشركة لشركة بريزنتيشن الراعي للاتحاد مجانا تاني واهدائها لشركة بريزنتيشن الراعي للاتحاد مجانا وقامت الشركة بتسويقها لإحدى القنوات الفضائية وحاولت تسويقها لقناتين فضائيتين ولكن لم تنجح احد عضاء اتحاد الكرة رافضا ذكر اسمه كان رده ان العقد بين اتحاد الكرة وبرزنتيشن يقضي بان تسويق الشركة كل المباريات المرتبطة باتحاد الكرة ان لم يملك حقوقها الكاف او الفيفا عضو اتحاد الكرة اكد ان المباريات التي تملك مصر حقوقها في تصويات كأس العالم ستذهب بالتالي كلها لصالح بريزنتيشن علما وان الكاف كان سيمنح مصر اتنين مليون واحد من عشرة دولار اي تمنتاشر مليون جنيه تقريبا لو سوق هو اي الاتحاد الافريقي هذه المباريات المؤكد انه لا شبهة فساد وفقا للي كذبه زمن كريم رمزي المؤكد انه لا شبهة فساد صريحة في العلاقة القانونية بين اتحاد الكرة وبرزنتيشن خاصة وان هاني ابو ريدة رئيس اتحاد الكرة القادم بين قصين حسب اللي كذبه كريم رمزي قد نفى من قبل اي علاقة تربطه بالشركة التسويقية وبالتالي فان اعضاء اتحاد الكرة لم يتحركوا لاهداء بريزنتيشن مباريات مصر وخصارة 18 مليون جنيه من اجل كسب ود ابو ريدة في الانتخابات القادمة ده وفقا برضو للي كذبه كريم رمزي انا لسه ما كلمتش المؤكد ايضا انه لا شبهة في اهضار المال العام في هذه القضية خاصة وان فضيحة سفرية مباراة السنغال في الامارات اثبتت بما لا يدع مجالا للشك وفقا للي كذبه كريم رمزي برضو ان المسؤول عنها كان جماهير الكرة امام التليفزيون وليس المسؤولين في اتحاد الكرة المؤكد اكثر ان العلاقة التي تجمع اعضاء اتحاد الكرة باي امور مالية يحكمها الحب ده اللي كذبه زمنا كريم رمزي واللي احنا اشارنا مبارح ليه خبر وقلنا ان وزارة الشباب والرياضة بصدد اجراء تحقيق في واقعة بحقوق مباريات كأس العالم الخاصة بالمنتخب الوطني اللي كان من المفترض ان احنا هنحصل على حوالي 18 مليون جنيه او 2 مليون دولار واحد من عشرة حسبوها زي ما تحسبوها بقى 18 مليون مش 18 مليون ولكن ده اللي بيتم وهل الاستاذ سيف زاهر عضو مجلس اقدر اتحاد الكرة اللي بيعمل في القناة الفضائية هل لو مش موجود في القناة الفضائية اللي زاعت المباراة كان هيتم بثها على نفس القناة ولا لا دي برضو اسئلة بدأت تطرح نفسها خلال او منذ بث المباراة حصريا او بشكل حصري ما بتكلمش عشان بس محدش يقول ان ده النهار او مش النهار ادي واحد ملوش اي علاقة انا يعني فجئت كده قبل وانا بحضر الحلقة بالاستاذ كريم رمزي في موقع يلا كورة يعني انا برضو ما تشرفتش بمقابلة الاستاذ كريم رمزي خالص خالص ولا بتكلم معه في التليفون بس عشان ايه المؤامرات اللي بتقعد تشتغل بس والناس ايه والناس بتبقى قاعدة ايه الراجل كاتب وفقا للمعلومات بتاعته واحنا كنا قلنا مبارح اه الخبر وادي كيفية او كيف تدار الامور داخل اتحاد الكرة اه زي ما الناس شايف كمان الادهة ان احد الاعلاميين خرج علينا وقال ان المهندس هاني بوريدا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم نجح في تأجيل ارعي التصفيات مونديال 2018 اللي اه علشان طبعا خاطر ان المنتخب الوطني اه تصنيفه اه يتحسن باعتبر ان احنا في المركز ال 11 افريقيا وفي التصنيف التالت اه في اه بين المنتخبات الافريقية وبالتالي اه